هنأت دائرة الطلاب بالأمانة العامة للتجمع اليمنية للإصلاح الشعب اليمنى العظيم بمناسبة فوز المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم بكأس بطولة غرب آسيا الثامنة المقامة في المملكة العربية السعودية الشقيقة وقالت دائرة الطلاب إن الطلاب والشباب هم ركائز البناء ومفاتيح السعادة والرقي والتطور للوطن متى ما أحسن تربيتهم التربية الوطنية الصالحة وترسخت فيهم ثقافة الحياة في مواجهة الموت وأكدت طلابية الإصلاح قدرة الشباب اليمني على المنافسة وتقديم الأفضل في جميع المجالات متى توفرت الإمكانات والرعاية والتشجيع وأعربت طلابية الإصلاح عن شكرها لكل من وقف إلى جانب المنتخب الوطني ودعت الحكومة ورجال الأعمال إلى الاهتمام والرعاية المستمرة لهذا المنتخب الذي أدخل الفرحة إلى قلوب اليمنيين في كل مكان واستطاع أن يوحد الجميع خلفه لدعمه وتشجيعه وشددت طلابية الإصلاح على الاهتمام بالشباب في مختلف الرياضات حتى يتمكنوا من المنافسة ورفع علم اليمني في المحافر العربية والدولية